تعلمتم الكثير من التجربة الذهنية التي قمتم بها في الفيديوهات السابقة حيث تخيلتم رائد الفضاء سلطان يجول في الفضاء وكان في نقطة الأصل من مناطئ إسناده وعندما كان الزمن T يساوي صفر في مناطئ إسناده مرت به مركبة رائدة الفضاء منار وكانت تتحرك بسرعة متجهة مقدارها V فوق المحور الأفقي الموجب كانت تركيز على المحور الأفقي فقط لتبسيط الأمور وبدأتم بالتفكير في تغير الموقع مع الزمن في مناطئ إسناد سلطان بالنسبة إلى مناطئ إسناد منار وكانت صعوبة الأمر في إيجاد طريقة لجعل سرعة الضوء مطلقة في جميع الأطر المرجعية ولهذا استعملتم فكرة الزمان مكان أو الزمكان قد تعتقدون عندما تسمعون هذا المصطلح أن الزمان والمكان شيئين منفصلين عن بعضهما البعض لكن الزمكان هو عكس ذلك تماماً فهو كتلة واحدة متصلة يكون فيها الزمن والمكان اتجاهين مختلفين وليس شيئين مستقلين وعندما بدأنا برسم نماذج الزمكان وجدنا أن سرعة الضوء مطلقة ما يعني أن الزمان والمكان ليسا مستقلين عن بعضهما البعض كما اعتقدنا وليسا مطلقين أيضاً وقمنا كذلك برسم نماذج الزمكان من كوفيسكي لكل مناطئ إسناد هذا مناطئ إسناد سلطان باللون الأبيض هذا مناطئ إسناد منار باللون الأزرق والزاوية بين محور إكس ومحور إكس شرطة قياسها ألفا وهي نفس الزاوية بين محور سيتي و سيتي شرطة وهذه الزاوية تعتمد على سرعتها المتجهة بالنسبة إلى مناطئ إسناد سلطان فإذا كان مقدار سرعتها المتجهة يساوي V في مناطئ إسناد سلطان تكون هذه الزاوية معكوس الضل ونرمز له بتان أو السالب واحد للنسبة بين سرعة منار المتجهة V على سرعة الضوء C وهذه الزاوية لها نفس القياس أيضا معكوس الضل للنسبة بين سرعة منار المتجهة V على سرعة الضوء C كلما زادت سرعة منار اقترب هذان المحوران من بعضهما البعض وإن اقتربت سرعة منار من سرعة الضوء بطريقة ما تقترب هذه الزاوية من زاوية 45 درجة ويتطابقان فوق بعضهما البعض في النهاية إن وصلت منار إلى سرعة الضوء الزمكان أمر مثير للإهتمام فكرة أن الزمن والمكان ليسا مستقلين بل جزء من كتلة متسلسلة واحدة انظروا إلى هذا الحدث هنا في الزمكان من مناطي إسناد سلطان ومن مناطي إسناد منار من مناطي إسناد سلطان تكون الإحداثيات هنا هذه النقطة تمثل الإحداثي الأفقي إكس وهذه النقطة تمثل الإحداثي الرأسي سي تي هذه هي إحداثيات النقطة في مناطي إسناد سلطان ولكن ما هي إحداثيات النقطة في مناطي إسناد منار؟ تعلمتم سابقا كيفية قراءة إحداثيات نماذج من كوفيسكي للزمكان؟ حتى تجد الإحداثي إكس شرطة للنقطة تتحرك بشكل موازن لمحور سي تي شرطة هذه النقطة هي إحداثي إكس شرطة للنقطة في مناطي إسناد منار ولمعرفة الإحداثي سي تي شرطة تتحركون بموازات المحور إكس شرطة هذه النقطة تمثل الإحداثي سي تي شرطة كيف يمكن التحويل من X إلى X شرطة؟ أو من CT إلى CT شرطة؟ يمكنكم أن تفعلوا ذلك باستخدام ما يسمى بتحويلات لورنس تحويلات لورنس هي طريقة للتحويل بين النقاط على المحاور أي من X فاصلة CT إلى X شرطة فاصلة CT شرطة لكي يصبح الأمر أسهل عليكم معرفة بعض المتغيرات المتعلقة بهذه التحويلات أولاً معامل لورنس ونرمز له بالحرف الإغرقي γاما ومعامل لورنس يساوي 1 على الجذر التربيعي لواحد ناقص V تربيع على C تربيع ويكتب أحياناً هكذا γاما يساوي 1 على الجذر التربيعي لواحد ناقص V تربيع ولكن ماذا يمثل V تربيع؟ V تربيع هو متغير آخر وهو يمثل النسبة بين السرعة المتجهة لجسم ما نسبة إلى إطار مرجعي وسرعة الضوء في هذه الزاوية مثلاً يمكن التعبير عن ألفا بأنها تساوي معكوسة ظل V تربيع معامل لورنس ويجعل التحويل بين المحاور أسهل كيف يمكنكم إيجاد X شرطة باستخدام تحويل لورنس؟ X شرطة يساوي معامل لورنس ضرب X ناقص بيتا ضرب CT أما CT شرطة فيساوي معامل لورنس جاما ضرب CT ناقص بيتا ضرب X هذه التحويلات تظهر أن الزمن والمكان ليسا إلا اتجاهات مختلفة في الزمكان هناك أيضاً تشابه جميل بين المعادلتين لديكم هنا X وهنا X هنا CT وهنا CT في الفيديو القادم سنقوم بتطبيق عملي باستخدام هذه التحويلات وسترون أن الأمر ما هو إلا مسألة جبر بسيطة